السلام عليكم كديرين لباسيليكم تكونوا بخير وبصحة جيدة مرحبا بكم معي في فيديو جديد انهار جديد ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وبصحة جيدة اليوم اختي سوف ندر لكم واحد الروتين انا واختي ان شاء الله سوف نشاركو معكم وصفات الغديوهكا صيفية مئة بالمئة وصفات اللي ما شاء الله كيجيوا زوينين منهم بطاطم شرملا اللي كنا ورينكم اني كنا في صخيرات مني كنا كارين ديكلا بخطومو كنتو طلبتوني اليها بزاف كتصاوبها اختي مقلي حتى وكيجي رائع على البنات فالمهم ان شاء الله غيكون واحد الاطباق هكا مختلفين اللي غنحاول نشرح لكم التفاصيل ديالهم غيخليكم معانا اختيحت الاخر غيكون فيديو ان شاء الله زوين وفيديوهم تنوع يلا اختي ماتمشيوا فين غندوز مباشرة ان شاء الله نبدأ معاكم بالطريقة والمكونات ديال هاد الوصفات اللي كنوجدو ان شاء الله اول حاجة غادي نبدأ معاكم بها هي البطاطا فالمهم بالنسبة للبطاطا كتقطعها اختي بوحد طريقة هكا كتقا غيد دخل الموس وبحل كتهرسها هانتو ما البنات هي ماشي كتقطعها مربعة مقادين بالموس كنتمنى ان الطريقة تكون واضحة هنا كنت نصور اختي باش يجيكم طريقة بينها هي كترجبها تقطعها بعض طريقة كتقولي هكا كتجي مقطع بوحد طريقة عشوائية كتجي زوينة في الحطة هانتو ما بحلها هي كتدخل الموس فالمهم راه تصوير كنتمنى ان يكون مواضح لكم اختي الطريقة ديال هاد البطاطا فالن البنات كتجي لديدة بزاف وخاصة راح هي مقلية ولكن راه كتجي رائعة في المعطاق هانتو ما صافي مباشرة هانتو ما من بعد ما كتقطعوا الكيميا اللي غتكفاكم بطبيعة الحال انتموا افراد العائلة ديالكم هنا غادي نقلوا البطاطا في الزيت اللي سكون سخونة مزيان ومني كنديروها البنات التقلة مع دبا بحلها مقطعها هكا شوية اغلية دا باش يدخلكم في ها الطياب مهلوا عليها البطاطا وخليوا هاتتقلة لكم على المهل باش هكا كتجي البطاطا ديالكم داخل في ها الطياب ما تبقاش لكم يعني هكا قاسحة صافي هانتو ما انا هكا نركز لكم على البطاطا هكا نوريكم يعني الطريقة كيفاش مقطع غادي نقلوا ان شاء الله هاد الكيمية ديال البطاطا صافي بحل يكتلكم هنا يا را دارتها غادي نقصو عليها البطاطا وغادي نخليوا ان شاء الله حتى التقلة غادي نكملوا الكيمية اللي عندنا كاملة ونكمل معاكم باقي المراحل ديال هاد البطاطا هادي فالمهم انا را هالفيديو يعني صورت معاكم حاولت نقعد شوية في المونتاج ولكن را بقينا يعني كان قضيو هنا كان قضيو هنا بحل داب اختي دارت البطاطا كاتتقلة راه داز كتوجد دجاج ان شاء الله هتوا نشاركو معاكم انا هنا يا كنت بغيت نصوب شوية ديال زعلوك بدت نجالم شوي اختي ضروري زعلوك في الصيف شكون فينا اختي مكتعشقش زعلوك خصوصا مشوي انا شويتو هاكا غي فوق البوطا اختيت شوية ديال لقزبورو معا نوس شوية ديال ثومة زعلوك يبغي شوية ديال ثومة وغادي ندقهم انا كي عجبوني عكا فزعلو كيكونو مدقوكين كل شي يختيع للمهراز انا اترى من الناس لي كنبغي المهراز فضاري عندي ديال الخشبين انا فضار خذي كنستعمل هذا ديال نحاس اعجبني ذاك القصبورو مع الدنوس مع التومة مني كي تذكو كيعطيو واحد الماضاق زوين بزاف صافي تنجال هنا بطبيعة الحال من بعد ممت شواء خليتو هكا تعرقتو شوية في واحد البلاستيك وقشرناه غي هو البنات بالنسبة خصوصا هكا البنات المبتدئات مني تبغيو تصاوبو زعلوك غسلو الدنجال قبل ما تشويوه باش مني كتشويوه وكتنقيو متعاودوش تغسلوه باش كي بقى محافظ لكم على ذاك الماضاق ديال فيمي اولا ديال شواء صافي غادي نقطع الدنجال اللي عندي كامل غادي نزيد مع هكا واحد الحبة ديال ماطيشا انا غادي ماطيشا وحدا عندي هاد ماطيشا كبيرة غادي رغيو وحيدا وبطبيعة الحل من الاحسن البنات ماطيشا اعصروها من ذاك الزريعة ومن ذاك الماضيها لها باش ما كيجيكم ش زعلوك ديالكم مية سبحو لي باش ما كيجي زعلوك مية وكيجي زعلوك ديالكم واقف ذاك الزويتها ديال ومن الاحسن بلا ما تخليو فيها الماء فكتبقى كنصائح خصوصا هكا اللي كيكونوا مبتديئات كيبغيوا وجدوا بحال هاد الواصفات كنحاول اني نشارك معكم الطريقة بالتفصيل صافي قلنا درنا الدنجال زدنا لي هكا واحد الحبة ديال ماطيشا نحيد واختي هكا هاد الممينة هادو اللي اللي وصخنا غادي ندير هكا القصبورو مع الدنس مع التومة اللي يدقينا بطبيعة الحال مع بعضياتنا صافي وغادي نديره العطرية بالنسبة للعطرية غادي ندير غيال ملحة طبيعة الحال كتبقى اللي حسب الطوق وشوية ديال البزار إلا كانت عندكم السودانية لبنات استعملوها أنا مكايناش عندي دارتغي شوية ديال البزار غادي شوية ديال الكامون واحدة المعلقة صغيرة مع مراش ديما الوصفات اللي كان بغيو نديره وغادي نديروش الكامون من اللول حيث الكامون مني كيطيب حل لكي يمرر أنا غادي نوريكم تال أخير عد كنزيد شوية صافي ودرت هكا شوية ديال ديال التحميرة وغادي نديرو زيت الزيتون زعلوك كيبغي عكا زويته بلغية صافي ورجع اختي زعلوك ديالنا باش يتقلة بطبيعة الحال لغا نخليه يتقلة هكا زعلوك ديال نحته هو غادي نديرو ان شاء الله يتقلة وغادي نكملوا معاكم ان شاء الله المراحل ديال الأطباق اللي باقالينا وهنا داز تختي ان شاء الله باش غا توجد معاكم هاد جاج مقلي الجاج مقلي البنات كنديرو اختي بالتومة وبالحامض كي يجي رائع البنات شيحة جزوينة ومختلفة هكا خصوصا ده بفصل الصيف كنبغيو بحال هاد الأطباق اللي كتكون سريعة وسهلة صافي اخدتها كمباشرة مقيلة ولا طنجرة فاش غادي نقلي ودك التجاج وقدير فيه التومة التومة اللي كتقطعها بهذا الشكل هاد فالمهم التومة بالنسبة لها التجاج را كنديرو شوية التومة بزايد احنا را ديرين تجاجة كاملة يعني تجاجة كاملة شوية كبابرة غادي تدير فيها تقريبا واحد العشرة ديال الفصوص ديال التومة را ما يجيبش لكم الله ان التومة كتجي فيه مجادة ولكتجي عاطي الريحة ديالها نهائيا البنات غي جربوه وتبعو الطريق صافي هانتوما البطيطة ديالنا هنا هيا هيا بتتقلة انا كنوريكم اننا يعني ما كنخلي وحتك تتحمر بزاف وتيبس يعني خسكم تحمروها على عافية اللي تكون شوية ناقصة باش يدخل فيها الطياب وفي نفس الوقت ما تتحمروهاش بزاف باش كاسبقالكم شوية رطبعا صافي غادي نستمرو هكا ان شاء الله انا غي بغيت نوريكم هاد المرحلة هادي باش كل حاجة منشرحها لكم بالتفصيل وهنا مباشرة من بعد مقطعات الكيميا اللي غا تكفاء ديالتوبة غادي نزيدو الدجاج هنا را كنتختي كتوريكم ان الدجاج كنقطعوه رقيق يعني ما تخليوش طريفات ليهم اغلاد بش كيدخليكم في الطياب يعني بحكم اننا غنطيبوها كاغيف مقيلة ما تخليوش الدجاج ديالكم يكون طرف كبارين قطعوها كقطعو شوية رقيق بالنسبة للعطرية كديرها كشوية ديال البزار وبطبيعة الحال الملحة اللي كتبقى دائما على حساب الضوق صافي بطبيعة الحال الملحة اللي كتبقى دائما على حساب الضوق وكتدير هاك شوية ديال الزيت بالنسبة للزيت رايز زيت نباتية والزيت كتدير هي شوية بزيد باش كيتقلا فيه وهنا عندنا الحامض مصير غادي تقطع هاك الحامض طريفات بالنسبة للبنات الحامض مصير احنا كان هو اللي متوفر عندنا هي غالبا نختيك تطيبوه بالحامض عادي واني الحامض طريل كتاخدها كواحد مثلا دب حلحنا هادي الدجاجة غا تكون فيها تقريبا هاك شيجوش كيلو وارباع بحل هكا كدير فيها حبة ديال الحامض كاملة كتقطعها طريفات وكتلوها معا ما كانش عندنا الحامض ستعملنا غي الحامض مصير زعلوك ديال النبدة يتشحر ارجعت معاكم الزعلوك زيت فيها كقياس ديال واحد جوج معالق ديال صلصة طماطم اللي كتبقى اختيارية هي البنت كتزيد تطيبوها ولكن انا ما كانتش متوفرة رماش يداروني عا تقدرو تقليو غيد نجال معادي كماطيش اللي درنا فيه واخر حاجة بحل يكتلكم غنزيد شوية الكامون داك شيلش مكان ديرش لزعلوك الكامون في الول بزاف باش ما يمروش لكم ويجي طالق لكم داك الماضاق ديال المرورة صافي غادي نخليه دا بغي شوية ما غنخليش بزاف ما كاملاش هكا حتى دقيقة ولا جوج دقيق صافي وهزعلوك ديال النبدة يواجد هاتو ما البنت رغيب لكم مطالقش لما نهائيا كيجي مقلي وواقف ديك الزويتة ديالو وكيجي يا سلام اغتي زعلوك دائما مشوي كيكون عندو واحد الماضاق مميز المقيلة ديالنا البنت هيا هاد المقطع هادا عد دخلتو لكم حطينا هاد شحر سافيرة مكتديرش العطرية من غير البزار والملحة والحامض هاد شي اللي كنديرو فيها وهاد دجاج ضروري انكم تديرو هكاف ش مقيلة لي تكون مغطية يعني ضروري تغطيو عليه باش كيرجع عليه داك العرق ديالو وكيطلق لكم داك الماء فاش كي طيب صافي اغتي فكنت مننا ان شاء الله ان كل حاجة نكون كنشرحها لكم مزيان وهنا داز اغتي غا تصاوب لنا اغتيش لهذا انا اغتيرة معاونينا البناس بلا ما تضحكوه لنا هتلقى هنا كانت تعاونوا على هادي مرة مقابلة هادي مرة مقابلة هادي فكنولفوا كانت تعاونوا مع عبادياتنا هنا اغادي نساوبوا غيش لادا العادية ما طيش اغتي والخيار اوبصيله هاد ما طيش ايه هاد شلاده ياللي كتنفع مع هاد الصاداده صافي هنا يكننا اختي معاونين انا اغتيالي شلاده بلا ما تتحكوه لنا كان قطع لها ما طيش كان اعصرها مزرعة وكان حطها لها هي تقطعها باش كانت تعاونوا واكا والصراحة والله البنات مكين محسن من اللعوين مكتحسيش بتمارة ديال الشقة وهذا انشاء الله اولادا زدختي باش غادي نشاركو معاكم هادي طريقة باش كتشرم البطيطة اللي قلينا هنا غادي ناخدو شوية ديال التومة بالنسبة للتومة احنا يارا تقريبا البلات تراقلينا القياس دير شي كيلو ونص ولا لين جوج كيلو ديال البطاطا غادي تدير فيها واحدة ربعة ولا ثلاثة ديال الفصوص ديال تميلة كانوا كبار ديروا غيثلاتة كانوا صغار ديروا ربعة وشوية ديال القزبورو معدنوس وغادي ندقوهم هكا باش كيتلقوا داك الماضاق ديال القزبورو معدنوس مع التومة انتا غادي نديروا ليهاتيم تسكن سخونة باش تشرب حتى هذا معا نحييدوها من الفلتورة من الزيس تومة والقزبور نديروا المايونيس غادي نديروا ليهاتيمون لا تفضل سوف نضع الهريسة لا تفضل لا تفضل لا تفضل ثومة 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 لا تفضل الساحل كما تفضل يمكنك تخلطها مع الميونز وضعوا قليلاً أعطيناكم الطريقة الأصلية كيف تصوبها وهذه هي الطريقة التي تصنعها أتمنى الفكرة تكون وصلت أبزاب البطاطا في التعليق والله إذا أختيك تقرأ معي التعليق لأنك مسكينة أختي لا ضروري أن أعطيها للبطاطا المهم البطاطا هي واجدة والدجاج لكي يكمل الطيب سعب هنا يجب أن يكون هذه البطاطا يجب أن تكون مخلطة وإذا أختيك كيف تتعليق وما هو ذلك؟ الطيب المتحسن وخيار سوف أضفتناها للثلاجة لأن هناك كذينة لا يوجد أن تكون فيها ثلاثة وضعناها في الماء وهذا ما الذي سنكمله وسنشارككم معكم في الشكل النهائي الأطباق هذا الفيديو يغطي في الماء تضع الماء سيطلق الماء تضيفه بسعب ويبطل لكي يضيفه لكي يضيفه لا يمكنك أن يحمله لا يمكنك أن يقوم بالأكثر لكي تضيفه أولاً ستطلب الأطياب لكم سميرًا ستطيعون الضغط ثم أضطيع إضافة ثم نضغط ثم. سأقوم بطياب كنت هكذا لكم احضار الأطياب اخطا ينضي الى طياب نضيف التجرب اضيف التجرب اضيفة تجربة الماء ثم ينضيف التجربة والحامض والتنصدق هنا اكبر يجب الكزينة وضعت في الأطباق ديالنا هكا في الشكل ديالها النهائي فكنت مننا ان شاء الله اختي الوصفات اللي شاركنا معاكم ينالوا الاغجاب ديالكم قلت اختي ارا انت فكروكم بشوية ديال الطيام مياك تعليكم راكم عارفين غيل عطلة وتصرحة ورحنا كان طيبو ماشي ما كان طيبوش في الدار ولكن والله العاديم كانكونوا مدروكين بحكم اختي كي يجوعدنا هكا الضياف للدار راكم عارفين ميتيكونوا الضياف تيكون صعيب انك غا توجدي والدياف وحنا العائلة ما شاء الله وهذا وعا تصوري ذاك شي لاش اختي وليت ميكا ولكن اليوم ما بنلقينا هاد الفرصة قلت ضروري اختي ما نصور معكم هاد الاطباق اللي جوني عليهم طالبات فكنت مننا ان شاء الله الوصفة دياليوم اختي ينالوا الاعجاب ديالكم تجربوهم ان شاء الله تنتم الافراد العائلة هنا غا نقول لكم اختي بسلام عليكم نطلقوا ان شاء الله مع فيديو جديد وافكار جديدة يلا اختي خليتكم في امر الله اشتركوا في القناة